اهلا بكم مشاهدين في اخبار الساعة من العربية نستعرض ونلصد معكم ابرز المسجدات وفي العنوين بعد تحذيرات من اعادة ترتيب صفوف حماس في شمال غزة اسرائيل تكثف قصها على جباليا وبيت لاهيا وبعد الهجوم الايراني واشنطن تندد واربيلتون اشهد المجتمع الدولي لتدخل وبغداد تشكل لجنة تحقيق البحرية الامريكية تطبط رؤوسا صاروخية ايرانية قبالة سواحل الصومال وتحبط عمله تسليمها للحتي فوز استثنائي للترامب في ولاية ايوا وبايدن يعتبر غريمه الاوفر حظا بين مرشح الحزب الجمهوري في السباق اهلا بكم مشاهدين في اليوم الثاني بعد المئة للحرب الاسرائيلية على غزة شن الطائرات الجيش الاسرائي قصفا عنيفا تركز على شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة تدور في محاول الجنوب القصف استهدف مشاهدين احياء تلي الهواء والشيخ اجليين والزيتون كما شن الطائر الحربي الاسرائي غارات على جباليا شمال قطاع غزة فيما واصل الجيش الاسرائي قصفه الجوي والمدفعي على خان يونس جنوب القطاع هذا وقتل احد عشر فلسطينيين في قصف صالوخيين استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق غزة كما قتل عشرون اخرون في قصف لمنزلي عائلة السوسي في حي الصبر وسط القطاع القصف طال ايضا مشاهدين منطقة الصفطاوي شمال غزة وايضا مخيمين المغازي والبريج نزحنا محل يطلعوا اولا على المدارس بعدين شردنا على دير البلح بش رجعنا نجيب أبسط الأشياء لنا ما فيش معدوم الحياة بالمرة لا فيه دار ولا فيه حاجة ولا فيه أي حاجة في الدار الحمد لله رب العالمين حسب الله وانت هنعمل وكيف حزينة كعيبة احجار احجار ايش لبريج الله مدمرة دمار غير شكل دمار شامل انا واحدة من الناس اللي رحت لقيت بيتي نص مدمار ايش نعمل حسب الله ونعمل وحيد ضربين البيت اللي جانبي والزلم اللي جانبي لا لا ماخذ له حماس ولا هو فتح بشتغل مع الصوتة القديمة وزلم طيب ومحترم ضربين البيت هدمونا البيت تبعنا نص شايف هدمونا البيت رجعنا البيت لقنا البيت دمار هذا وعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط اضافي واصابة جنديين في معارك جنوب قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد قتل الجيش الاسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة الى 189 وكان الجيش الاسرائيلي اعلن امسح بالفرقة السادسة والثلاثين التي تضم الاف الجنود من قطاع غزة هذا وحذر رئيس الاركان الاسرائيلي هرسي هاليفي من اعادة تنظيم حركة حماس لصفوفها شمال قطاع غزة كما اضاف هاليفي ان الجيش قد يضطر للعمل مرة اخرى في بعض اماكن في القطاع بسبب تآكل انجازات الحرب على حد قوله مشاهدين انضموا الان حدود قطاع غزة مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي اهلا بك زياد اذا هذا التركيز الاسرائيلي بالقصف على شمال قطاع غزة هل يعد ترجمة لتصريحات رئيس الاركان الاسرائيلي الذي قال فيها ان حماس تنظم وتعيد تنظم صفوفها في هذه المنطقة هذا قد يكون مرتبطا ايا كان قبل نحو 20 دقيقة اطلقت رشقة صواريخ كبيرة نسبيا من شمال قطاع غزة على الاغلب تجاه نيتيفوت ومستوطنات غلاف قطاع غزة هناك اصابة مباشرة بصاروخ لمبنى في نيتيفوت جرى اعتراض عشرة صواريخ تقريبا بواسطة بطاريات القبة الحديدية في غلاف غزة في اطار هذه الرشقة الساروخية وبالتالي ربما هذا ما كان يرمي اليه رئيس الاركان الاسرائيلي لجهة ان حماس لديها القدرة لاعادة سريعة لتنظيم صفوفها في المناطق التي كانت اعلنت اسرائيل السيطرة عليها بشكل او باخر السبب في ذلك وفق مراقبين في اسرائيل هو انه لا علاقة بالضرورة بين السيطرة فوق الارض وتحت الارض في قطاع غزة بمعنى طالما ان هناك مئات الانفاق التي لا تعرف عنها القوات الاسرائيلية يمكن للفصائل استمرار الاشتباكات من جهة واستمرار اطلاق الصواريخ كما رأينا قبل عشرين دقيقة من جهة ثانية يعني عطفل على هذه النقطة الاخيرة زياد ونتحدث عن اليوم الثاني بعد المئة وهذه الرشقات ما زالت تنطلق من شمال قطاع غزة ومناطق اخرى في القطاع ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للاسرائيليين ورأي العام تحديدا الرأي العام في اسرائيل بات يدرك ما يقوله الاعلام في الاسابيع الاخيرة خلافا لطوال الفترة الماضية التي كان هناك تناغم كبير بين الاعلام الاسرائيلي وبين ما يقوله الناطق العسكري الاسرائيلي والمسؤولون السياسيون في اسرائيل هذا الامر لم يعد قائما الان في اسرائيل هناك انتقادات واضحة في صحيفة آرد صحف اخرى ايضا تتحدث عن ان اسرائيل لم تحقق الانجازين الاساسيين لهذا الحرب رغم انها اجتازت المئة يوم يقصدون بطبيعة الحال قضية تفكيق قدرات حماس وانهاء وجودها كتهديد امني وكسلطة على الارض في قطاع غزة والهدف الثاني هو قضية استعادة كل الاسراء والمحتجزين الاسرائيليين لدى حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وهذا ايضا بات في اسباب الخلافات الداخلية داخل الحكومة الاسرائيلية حول طبيعة استمرار هذه المعارك هناك الشعور بان هناك مراوحة في الكثير من الاماكن عمليا استمرار القتال لكن بدون عمليا الاقتراب من لحظات حسم حتى الساعة وسط ضغط امريكي ولهذا عمليا رأينا الجيش الاسرائيلي تحت الضغط الامريكي يسحب بالامس فرقة كاملة من 15 الف جندي من بينها الوية مثل جولاني يسحبها عمليا من شمال قطاع غزة نعم شكرا لك على كل هذه المعلومات وتفاصيل من حدوء قطاع غزة كنت معنا مدير مكتب العربي في فلسطين زياد حلبي تحياتي زياد مشاهدين دعا الامير العامي العامي المتحدة أنتوني جوتيريش الى وقف فوري لاطلاق النار في غزة لضمان وصول المساعدات نحن بحاجة الى وقف فوري لاطلاق النار لأسباب انسانية لضمان وصول المساعدات الكافية الى حيث تكون هناك حاجة اليها وتسهيل اطلاق سراح الرهائن واخماد لهيب حرب بنطاق اوسع لانه كلما طال امد الصراع في غزة زاد خطر التصعيد كل العيلة باتت كل الناس بات كلهم ابرياء كلهم ابرياء احنا ايش بدانا طالع لا احنا حماس ولا احنا صار ايش بقولوها هذه الدولة احنا ابرياء موطنين ابرياء احنا ابرياء احنا غلابة احنا مسكين رحنا بين الاجرين اندهسنا ايش بدنا نسوي مش كدر نتكلم اكتر من هيك وامر رفح مشاهدين جنوب قطاع غزة معنا الصحفية خول الحالد اهلا ميك خولة اذا على وقع هذا القصف الاسرائيلي العنيف على شمال وجنوب القطاع كيف يبدو المشهد لديك خولة يبدو المشهد متغيرا من حين الى اخر هناك تذذب في الرأي الاسرائيلي فيما يتعلق بهذه العمليات العسكرية منذ ساعة كنا نتحدث عن انسحاب كل للاليات والدبابات العسكرية من المناطق الشمالية والمناطق الشرقية وبشكل ملحوظ خاصة بعد اعلان الجيش الاسرائيلي عن سحبه فرقة كاملة مكونة من اكثر من 15 الف جنديا اسرائيليا في تلك المناطق ولكن منذ دقائق معدودة كان هناك عودة لهذه الاليات والدبابات العسكرية في المحاور الشمالية والمحاور الشرقية وايضا الغربية الجنوبية من محافظة غزة والشمال وبالتالي عودت هذه الاجتباكات وتجددها بشكل ملحوظ خاصة منطقة حي التفاح والتي تشهد هذه الاجتباكات الاعنف منذ نصف ساعة تقريبا هذه العودة كانت مفاجئة ومباغتة ايضا للسكان الفلسطينيين الذين كانوا قد اخلوا هذه المناطق في وقت سابق ثم عادوا اليها وبالتالي الان هم سيضطرون الى تركها مرة اخرى من اجل الحفاظ على سلامتهم خاصة في ظل تجدد هذه الاجتباكات بشكل ملحوظ ويبدو ان تجدد الرشقات الصاروخية باتجاه البلدات الفلسطينية هذا ما يدفع الجيش الاسرائيلي الى اعادة هذه العمليات العسكرية مرة اخرى في المناطق الشرقية والشمالية من اجل اعادة فرض السيطرة على تلك المناطق ومحاولة تقويض عمل الفصائل الفلسطينية في تلك المحاور مع التأكيد ان المناطق الشرقية من المحافظات الوسطى ما زال هناك تراجع ملحوظ للاليات والدبابات العسكرية ولكن تمركز المدفعيات على المناطق الشرقية يفرض ان يكون هناك غارات اسرائيلية من حين الى اخر وبشكل عشوائي تجاه منازل ومساكن المواطنين خاصة المخيمي المغازي والبريج بالاضافة ايضا الى تمركز طائرات الكواد كابتر التي تقوم على قنص المواطنين الفلسطينيين من حين الى اخر الاشتباكات الفلسطينية في المحور الشرقي الجنوبي من محافظة خان يونس لم يتوقف على الاطلاق حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير جدا من القذائف التي تطلق من حين الى اخر باتجاه المناطق الشرقية بشكل ملحوظ بالاضافة الى الاشتباكات التي لم تتوقف منذ ايام في تلك المحاور بشكل واضح منطقة رفح في المناطق الشمالية منها تحديدا يسمع اصوات الاشتباكات واصوات القذائف التي تطلق في محافظة خان يونس من الامس كان هناك تصعيد واضح في وطيرة الغارات الاسرائيلية استهداف مربعات سكنية بالكامل عملية تفقيقها وتفجيرها بات ملاحظا هذه السياسة التي اتبعها الجيش الاسرائيلي في وقت سابق في المناطق الشمالية الآن يعاود هذا الامر مرة اخرى ولكن في المناطق الجنوبية في محاولة الجيش الاسرائيلي لفرض وبص سيطرة كاملة خاصة في المحور الجنوبي الذي يعتبره المحور الاهم في هذه العملية العسكرية وفي هذه المرحلة تحديدا المناطق الشمالية التي عاد المواطنين الفلسطينيين إليها والتي كان لديهم آمال كبيرة تعقد على عملية انسحاب الجيش الاسرائيلي في الساعات الأخيرة يبدو أنها تبددت مرة أخرى مع معاودة الجيش الاسرائيلي لإدخال آلياته ودباباته في المحاول الأساسية هناك اشتباكات أيضا في المناطق الشمالية الغربية من محافظة غزة منطقة الكرامة ومنطقة المخابرات هذه المنطقة التي صنفت بأنها الأكثر خطورة أمنية في المراحل السابقة الآن تعاود فيها الاشتباكات مرة أخرى وبشراسة نكتفي بهذا القدر شكلك على كل ما تفضلت به معلومات من رفح جيروبي قطاع غزة كنت معنا الصحفية خولة خالدي تحياتي خولة مشاهدين كشف مصدر الأمني بأن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب المخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية ووضحت المصادر نفسها أن اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة التهريب بجنوب معبر العوج الحدودي وأسفرت عن مقتل شخص وقبض على ستة مهربي في الضفة الغربية مشاهدين أفادت مصادر ميدانية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رامالة ونابلس وقلقيليا وحاصرت بعض المنازل والبنايات السكنية وفي التفاصيل أكدت المصادر بأن نحو 20 آلية عسكرية دخلت مدينة رامالة وتمركزت في حي بطن الهوى وحاصرت بناية سكنية هناك كما اقتحمت قوة كبيرة من قوات الإسرائيلية مدينة قلقيليا ومخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس وسط عمليات إطلاق نار كثيف حيث أفاد هيالو الأحمر الفلسطيني بإصابة شخص واحد على الأقل بجراح يحاول سامي مهنة أحد سكان غزة العالقين في الضفة الغربية كسب لقمة العيش بعد أن أصبح غير قادر على العودة إلى منزله في القطاع وسبب استمار الحرب نتابع فتحنا المطعم بدنا نكافح لأجل أبنائنا يعيشوا في غزة طار الطار ماتوا من المجوع نشأتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعض الفاصل البعثة الأممية في العراق دين الهجوم الإيرانية على أربيل ولدينا أيضاً السودان يوجه إحدى أسوء أزمات الجوع في العالم التفاصيل بعض الفاصل أهلا بكم مشاهدين من جديد تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجمات التي استهدفت مواقع عدة في أربيل شمال العراق فجر اليوم وقال الحرس الثوري إنه هاجم ما وصفه بمقر تجسس لإسرائيل في قيم كردستان وإن هذا المقر كان مركزاً لتوسيع العمليات التجسسية والتخطيط للعمليات في المنطقة وداخل إيران على وجه الخصوص هذا وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شريع السوداني لتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل من جهتها استنكرت الخارجية العراقية بشدة الهجوم الإيراني على أربيل وقالت إنه استهدف أماكن سكنية آمنة وأدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين ووصفت الخارجية الهجوم الإيراني بأنه عدوان على سيادة العراقي وأمن شعبه وإساء إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وقالت الخارجية العراقية أيضاً إن الحكومة ستتخذ كافة إجراءات القانونية بما في ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن حكومة إقليم كردستان الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرش الثوري الإيراني على أربيل خال الليل وقال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بسرور برزاني إن هذا الهجوم انتهك سيادة العراق والإقليم داعي الحكومة في بغداد إلى اتخاذ موقف صارم لوقف هذه الانتهاكات وفي ردود الفعل المشاهدين على هجوم أربيل نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجمات التي شنها الحرش الثوري الإيراني على منطقة قريبة من مدينة أربيل بشمال العراق وقال المتحدث باسم الوزارة ماتيو ميلر إن الإدارة الأمريكية تعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تقوم بها إيران والتي تقوض استقرار العراق وضف ميلر في بيان أن واشنطن تدعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبيث تطلعات الشعب العراقي كما دانت البحثة الأممية في العراق الهجوم الإيراني الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين في أربيل وشددت البحثة على وجوب أن تتوقف مثل هذه الهجمات وأكد أنها تشكل انتهاكا لسيادة العراقي وسلامة أراضيه من قبل إيران كما دعت البحثة الأممية إلى ضرورة معالية الشواغ للأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أربيل المشاهدين ينضم إلينا مرأس العربي أحمد الحمداني أهلا بك أحمد ونتابع معك تفاصيل هذا الهجوم الإيراني على أربيل وتدعيته على الأرض أيضا طبعا هي سلسة انفجارات ضربت أربيل قبل منتصف ليل أمس بنصف ساعة وتبين أنه هو هجوم بصواريخ أرض أرض استهدفت أربيل من أراضي إيران والمنطقة التي أطلقت منها هي مناطق كرمنشاه بحسب مصادرنا الخاصة وأن هذا الهجوم طبعا وقع أو استهدف واسقطت الصواريخ على مواقع مدنية قتل فيها رجل أعمال كردي وعائلته وأيضا تضررت عدد من المباني المدنية في هذا القصر وطبعا تزامن مع الهجوم بمسيارات مفخخة استهدفت عدة أماكن منها مطار أربيل أقف الآن عند بوابة مطار أربيل حيث مبنى الأمم المتحدة التي تجاور مطار أربيل بحسب جهاز مكعفة إرهاب كردستان فإن ثلاث طائرات مسيرة قد أسقطت فجرا وحاولت أن تستهدف القاعدة العسكرية قرب مطار أربيل وأيضا كان هناك قبلها بساعات هجوم بمسيارات أيضا أسقطت وبالتالي فإن عدة هجمات تزامت بأوقات قريبة على مناطق مختلفة من أربيل طب أحمد الحكومة العراقية أيضا أعلن تشكيل لجنة التحقيق من متوقع من هذه اللجنة ومتى يتوقع أيضا أن تصدر نتائج بداية نتوقع أن تصل اللجنة إلى أربيل في غضون الساعات القليلة القادمة حيث ستبدأ وستباشر عملها مع وزير داخلية تقليم كردستان ريبا رحمد الذي سيشارك اللجنة بحكم الأمر الرئاسي أو الديواني الذي أصدرته بغداد وستزور أماكن القصف لتصدر تقريرها إلى رئيس الوزراء العراقي في غضون 48 ساعة هنا أربيل تنتظر وصول اللجنة لكي تباشر عملها بالمقابل هناك حراك شعبي في موضوع التظاهرات التي تنظمها التي دعا إليها محافظ أربيل ويقف الآن وسط هذه التظاهرات وأمام المبنى الأمم المتحدة الذي يجاور مطار أربيل وصل المئات من المتظاهرين المواطنين الكرد الغاضبين على منددين بهجمات إيران على أربيل وهجمات المتكررة للفصائل المسلحة التي عادة ما تستهدف أربيل ومواقع في أربيل تستهدفها بمسيارات مفخخة عادة ما وكان آخرها هجوم أمس وأيضا فجر اليوم في الساعة الخامسة بتوقيت المحلي نعم أستمقى معك في متابعة لتداعيات هذا الهجوم شكرا لك من أربيل كنت معنا مرأس العربي أحمد الحمداني شكرا لك أحمد مشاهدين ينظمي إلى الآن من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي أهلا بك سيصبحي معنا إذن الحرص الثوري كما تبعنا يقول إن هذا الهجوم هو رد على إسرائيل تحركات إسرائيل واغتيال قادة بحور المقاومة وهجوم كيرمان أيضا لكن المفارقة هنا سيصبحي أن الرد الإيراني إذن على الهجمات الإسرائيلية أو على إسرائيل بصورة عامة يتم داخل العراق كيف قيمت هذه التبريرات؟ نعم طابت أوقاتكم حقيقة تعودنا على مثل هذه الإدعاءات الفارغة التي تقوم بها إيران هي إذا كانت تعلم أن تريد تقصف إسرائيل أو لماذا لا تقصف إسرائيل مباشرة لماذا تقوم بقصف العراق أو أربيل بالتحديد يعني هو اعتداء همجي اعتداء سافر على السيادة العراقية وبالتالي لم تكتفي إيران بأذرعها التي تقصف وتقوم بإرسال المسيرات هذه المرة هي اعترفت عن طريق جيشها وصواريخها وبالتالي قصفت مواقع مدنية لا علاقة لها أبدا يعني عائلة تاجر رجل أعمال وأيضا عائلته طفل عمره أقل من سنة وطفل آخر عمره خمس سنوات هذا عمل إجرامي حقيقة لا يمكن تبريره لا يمكن وصفه بأنه لمقر الموساد الموساد ماذا يفعل في أربيل هو موجود في بغداد في كل المناطق في كل العالم لماذا يتم تحديدا أربيل أربيل لم تكن يوما من الأيام مصدر تهديد لا لإيران ولا لغير إيران ولهذا السبب تقول الخارجية الفرنسية حاليا الهجوم الإيراني يعتبر انتهاكا للسيادة الإيرانية وسيسهم أيضا في تسجيل التوترات الإقليمية وغير المقبول هذا يأتي في سياق رودة الفعل المتواصلة منذ صباحة هذا اليوم لكن العين الآن على الحكومة العراقية والحكومة الاتحادية التي اعتبرت أن هذا الهجوم يعد خرقا للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران هناك أيضا انتظار وترقب لما سيصدر عن الاجتماع الأمني الطارئ هل ستخرج الحكومة العراقية بقرارات حاسمة هذه المرة ترقى لمستوى الحدث؟ يعني لا أعتقد ذلك لا نعول كثيرا على ذلك الإيران تعلم جيدا عدم قدرة الحكومة العراقية على الرد سوان العسكري ربما مجرد تصريحات لا أكثر سمعنا عن أنه ربما تكون هناك شكوى لدى الأمم المتحدة وبالتالي هذه قدرة العراق العراق لا يستطيع الرد وإيران تعلم ذلك جيدا نعتقد بأن على المجتمع الدولي أن يضع حد لهذه الهجمات هذا اعتداء سافر تجاوز على القانون الدولي تجاوز على كل ما يمكن وصفه وبالتالي بالتأكيد سيكون هناك اجتماع أمني كما أشرت وعقليم كردستان سيكون مشاركا بها بالمناسبة في المرة السابقة أيضا تهمت إيران عندما قصفت مباشرة أربيل بأن هناك وكر للجواسس الإسرائيليين وبالتالي كانت هناك لجنة من مجلس النواب العراقي وتم الكشف أن هذا المقر الذي تم قصفه لم يكن وكرا بينما تاجر كردي شاءت الصدفة أن لا يكون هو وعائلته في تلك المرة وبالتالي هذه مجرد مبررات وهي أوراق تحاول إيران خلط الأوراق بها وهي تقول الآن سيد صبح النقاء على الخارجية الإيرانية أن الهجوم على أربيل حق مشروع لدفاع عن الأمن القومي كيف تعالق على ذلك وما هو الحق الذي تدافع عنه إيران في هذه الحالة؟ أين هو هذا الحق؟ لا نعلم جيدا أي حق يبرر قصف مدنيين لا علاقة لهم بأي شيء أربيل ما علاقتها بما يحدث أو حدث في إيران داعش الإرهابي هو الذي تبنى هجوم كارمان وبالتالي كيف يمكن أن يوصل ذلك بحق؟ لا بالتأكيد لا يوجد أي مبرر هي تحاول أن تخلط الأوراق هناك ضغط دولي هناك ضغط الجميع يعلم دور إيران في اليمن في العراق في سوريا في لبنان وبالتالي هذا الدور كانت تقوم به من الوكالة اليوم هي تقوم بها مباشرة فلذلك على الجميع أن يعلم خطورة هذا الموقف وممكن أن يؤدي إلى الكثير من ال... ربما هو خلط الأوراق أعتقد لإيران وتخبط واضح في سياساتها نعم طيب هل يمكن ربط ذلك ما يحدث الآن من هجوم إيراني على بغداد أو على أربيل عفوا بأزمات بغداد الداخلية نتحدث هنا مثلا عن انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي نتحدث أيضا عن أزمة مرتبات موظفي إقليم كردستان هل هناك رب من هذا وذاك؟ يعني إيران موجودة في كل مفاصل العراق موجودة في الأمن في الاقتصاد في السياسة في كل شيء هي موجودة في كل الأوضاع هي تخلط الأوراق تحاول الضغط بأي شكل من الإشكال على الحكومة وعلى إقليم كردستان بالتحديد وأربيل بالتحديد أكثر هي كل الأوراق الضغط التي تقوم بها سواء عن طريق أدرعها عن طريق سياساتها وبالتالي هذا الأمر مفرغ منه كل ما يواجهه العراقيون من مآسي ومن أزمات سياسية خانقة هي تقف وراءها إيران بالتحديد وهذا الأمر مكشوف وعلني وليس هناك فصائل داخل العراقية تعترف بذلك وبالتالي نعتقد أن هذا الدور هو دور واضح ودور مكشوف لإيران في العراق وضعت الصورة شكرا لك من أربيل كنت معنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلع تحياتي سياسي صبحي مشاهدينا نتابع معكم إذن هذه الصور للهجوم الإيراني الذي طال مناطق مختلفة في أربيل وتداعية هذا الهجوم وأثار الدمار الذي طالت هذه المناطق في أربيل وتي أسفرت عن سقوط عدمي القتلى وعلى أيضا من الجرحة نذكر المشاهدين برود الفعل التي وردت حتى الآن وهي نقل عن خارجي الإيراني التي تقول أن الهجوم على أربيل حق مشروع للدفاع عن الأمن القومي وكمنا نتابع الآن استفارة الأمريكية في بغداد تقول أيضا أن الهجمات الإيرانية على كردستان العراق متهورة وغير مسؤولة أيضا خارجي الفرنسي مشاهدين قالت قبل قليل أن الهجوم الإيراني على أربيل يسهم في تصعيد التوترات الإقليمية وغير مقبول فيما قال أن مستشار الأمن القومي العراقي توجه إلى أربيل للتحقيق في هذا القصف الإيراني نذكر أيضا مشاهدين بأن مستشار الأمن القومي العراقي توجه إلى أربيل وأيضا السفارة الأمريكية قالت إن الهجمات الإيرانية على كردستان العراق متهورة وغير مسؤولة وأدانت بشدة السفارة الأمريكية الهجمات الصاروخية الإيرانية على كردستان العراق نذكر بأن هذا الهجوم مشاهدين شنه الحرص الثوري خلال الليل على أربيل وقالت حكومة قليم كردستان إن هذا الهجوم اتهاك للسيادة العراقية أفادت وسائل الإعلام من كردية باعتقال شخص إيراني الاشتباه في قيامه بالتجسس في محافظة أربيل بقليم كردستان حيث ألقى سكان قرية مل عمر القبضة على الرجل داخل مقبرة وتم تسليمه لقوى الأمن في أربيل بعد قصف إيراني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتسبب في توقف الملاحة الجوية بمطار أربيل الدولي لبضع ساعات هذا وأفادت وكالة أنباء هوار الكردية بقصف صاروخي للاستهدف مبنى سجن الصناع المخصص لاحتجاز عناصر داعش في الحسكة جمال شرق سوريا وذكرت الوكال أن القصف أدى إلى أضرار مادية أكد مسؤولون أمريكيون لواشنطن بوست أن البحرية الأمريكية ضبطت رؤوسا حربية صاروخية إيرانية الصنع على متن زوارق قبلة سواحل الصومال الأسبوع الماضي وأضافوا أن البحرية الأمريكية عطلت تسليم هذه الصواريخ إلى الحثيين في اليمن وزير الدفاع بريطاني جراند شابس عرض رؤيته لتطورات والتهديدات العسكرية حول العالم والدفاع للمملكة المتحدة معلنا نشر عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين شرق أوروبا وفيما يتعلق بالضربة على مواقع الحثيين قال شابس إن بريطانيا ستراقب الوضع مع دراسة إمكانية شن مزيد من الغارات أكبر عملية انتشار لجنود بريطانيين منذ عقود ستحدث خلال الأشهر المقبلة حسب ما أعلن جراند شابس وزير الدفاع البريطاني وعلن اليوم أن بريطانيا سترسل عشرين ألف جندي لمهمة جديدة في أوروبا ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية هذه المهمة سينضم فيها جنودنا إلى الألاف من جنود حلف الناتو لمواجهة بوتين تشمل عملية النشر ستة عشر ألف جندي بريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو بالإضافة إلى مجموعة حاملات طائرات وطائرات هجومية من طراز F-35B وطائرات السطلة كما تعتزم بريطانيا إنفاق واحد وثلاثين مليار دولار لإنتاج غواصات حديثة إضافة لتخصيص مئتي مليون دولار لتصنيع طائرات مسيرة متقدمة يعد هذا أكبر تطور بريطاني عسكري خاصة وأن المملكة المتحدة تجنبت الدخول طرفا في صراعات عالمية والتي كان آخرها الحرب على العراق عام 2003 وزير الدفاع البريطاني أشار إلا أنه وسط الصراع في أوكرانيا والحرب على غزة والعمليات الجارية في اليمن يتوجب على الدول الحليفة زيادة إنفاقها الدفاعية لأن عصر مكاسب سلام ما بعد الحرب العالمية الثانية انتهى وأضاف الشابس أن العالم أصبح اليوم خطيرا أكثر بكثير عما كان عليه منذ انتهاء الصراع الأكبر في التاريخ الحديث على حد قوله حسن جوليد العربية قالت ليني كينزلي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان أن السودان يواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع في العالم ووصفت كينزلي معدلات الجوع بالمروعة مضيفة أن نحو ثمانية عشر مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على الطعام أو من أين سيحصلون إذا على الطعام باستوى استمرار القتال في الخرطوم وفي أماكن أخرى من البلاد نشأتنا مستمرة المشاهدين وفيها بعض الفاصل تصعيد بين الكوريتين بيونجيا تتوعد بحرب مدمرة وسوى تحذر من رد مضاعف ولدينا أيضا أن ترصد تعزيزات قتالية للصين ضد تعيبه أهلا بكم مشاهدنا من جديد في نتيجة استثنائية فاز الرئيس السابق دونالد ترامب من انتخابات التمهدي للحزب الجمهوري في ولاية آيوا بأكثر من خمسين في المئة من الأصوات نتيجة ترسخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر بحسب مسؤولين وحل منافسه حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانت الثانيا بفارق ثلاثين نقطة كاملة عن ترامب قبل السفير السابق لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي جاءت في المركز الثالث وقال ترامب بعد النتائج المبدئية في آيوا إن هناك من راهن على عدم حصولها على نسبة كبيرة من الأصوات في آيوا لكن النتائج أظهرت العكس حسب قوله نتابع لقد كانت تجربة رائعة هذه المرة الثالثة التي أفوز بها لكنها الأكبر قالوا ماذا لو فست بـ 12% لكن الفوز كان كبيرا جدا أكثر من ثلاثة أضعاف قالوا أيضا إنك لن تشتاز أبدا الـ 50% وقد حصلت على 54% سألت ما هي التوقعات تحقيق نسبة عالية من الأصوات هل هي 40% أم 41% فظهرت النتائج مبكرا وأعلن فوز بـ 54% من الأصوات كما تعهد ترامب إعادة بناء العاصمة واشنطن وفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يطلقون الرصاصة ويقتلون الأبرياء نريد بلدا يحكمه القانون والنظام سنعمل على إعادة بناء العاصمة واشنطن وإزالة المظاهر السيئة وسنعمر الشوارع ونفرض رقابة للحفاظ عليها أيضا سنفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يطلقون الرصاصة ويقتلون الأبرياء ونجعل بلدنا آمنا كما سنمنح الحصانة لضباط الشرطة لكي لا يتم توقيفهم أو مقاضاتهم عند تنفيذ مهمهم من جانبه اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن دونالد ترامب هو المرشح الجمهوري الأوفر حظا في الانتخابات الأمريكية بعد فوزه في المؤتمرات الحزبية في أولئة آيوة وقال بايدن على موقع أكسي أن دونالد ترامب فازل التو في أولئة آيوة وأنه المتسابق الأوفر حظا على الجانب الآخر في هذه المرحلة معنا مشاهدنا من قاهرة السدر العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي أهلا به دكتور طارق معنا في هذه السلالة إذن اعترافوا أو تصريحوا بايدن النادر والمهم جدا واعترافوه بأن ترامب هو بايدن الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري على خلفية فوزه في أولئة آيوة ما هي ذلالاته؟ هو طبعا بطبيعة الحال من الواضح أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب بدأ يحلق بمفرده بعيدا عن قائمة المرشحين التقليديين وبعيدا عن عدم مشاركته بالمناسبة في المناظرات استطلاعات الرأي الكبيرة وفي مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة في سانك تانكس الأمريكا كلها بتشير إلى هذا فوزه في هذه الولاية الصغيرة له دلالات رمزية أكثر منها واقعية والرجل يقدم خطابا سياسيا وإعلاميا جديدا يتحدث عن ضبط القانون ويتحدث عن التعامل مع ظاهرة العنف ويتعامل مع أمة أمريكية واحدة وكأنه يرسل رسالة إلى الجمهور الأمريكي والرأي العام الأمريكي للم شمل الجانب الأمريكي من إعادة البناء الداخلي إلى توحيد صفوف الأمة الأمريكية بعد أن جرى ما جرى في فترة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالي وبالتالي الرجل تغير كثيرا وما جرى في هذه الولاية الصغيرة بيعمل طبعا دلالات عديدة جزء منها كترمومتر لصعوده في الولايات التالية الولايات التالية فيها ست ولايات ترجحية بمعنى أنه إذا اكتزها حيث يكون هو المرشح الأكثر حظا طبيعة الحال كل استطلاعات الرأية تشير إلى صعوده الكبير وأنه سيحقق في هذه الولايات في فترة طيب دكتور طاريق لكن الآن الأنظر ستتجه بشكل مباشر إلى أن يومها مشاير ما يزال ترامب متقدمة فيها بشكل كبير لكن بعض المراقبين يرجحون أن يتحدى خصوم ترامب ومنافسه في هذه الولاية لتمكين نيكي هليمي الفوز ببطاقة الفوز هناك ماريوك في هذا الطرح يعني هذا الأمر وارد عن مستوى النظري لكن هناك خلافات كبيرة داخل الحزب حول البودلاء وبالتالي القضية ليست فيه التكتل ضد ترامب فترامب المازال يحزن بحضور كبير داخل الحزب برغم ما صدروا من مشكلات طوال الفترة الماضية منذ خروجه من البيت الأبيض وحضرتك تعلم كانت هناك انقسامات كبيرة شملت الحزب وكان هناك مجموعة من الراديكاليين لكن في تأدير الشخصي مستبعد أن يتم التكتل أو الحجد ضد ترامب لإفشاله في الولايات القادمة جزء منه هو مرتبط بخطابه اللي تغير كثيرا في هذا الإطار وعودته إلى الإشارة إلى دولة القانون وهذا الأمر يلقى قبول من داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأعتقد أن تجميع القوى المنافسة سواء كان المرشحين الحاليين أو الذين ستسقطون اتباعا بعد مرور عملية العملية عملية الاستطلاعات الأولى لن يحشدوا لن يستطيعوا أن يحشدوا الرجل يدير الملف بحنكة وخبرة إعلامية وسياسية في آن واحد طيب هذا ما يتعلق بالمركز الأول لكن هناك أيضا خصوصية هامة للمركز الثاني دكتور طايت تفضل بالبقاء معي والانتخابات التمهيدية مشاهدين لا تدور فقط حول الفوز بالمركز الأول ففي هذه الانتخابات تحديدا توجد خصوصية للمركز الثاني التفاصيل مع غيداء الثاني صاحب المركز الثاني قد يتحول إلى فائز مكتسح في لحظة لعبة جديدة في الانتخابات التمهيدية يخوضها المتنافسين أمام ترومب لا يحتاج الأمر إلا إلى حكم قضائي إلزامي باستبعاد ترومب من المنافسة في الانتخابات سر المرتبة الثانية تكشف لدى المتنافسين نيكي هلي حاكمة ولاية ساوت كارولينا السابقة ورون ديسانتس حاكم ولاية فلوريدا الحالي همهما الأول والأخير المركز الثاني بعد أن تعثر هدف اعتلاء الصدارة يعول هلي وديسانتس على أن يغرق ترومب في قضايا والحلم بالنسبة لهما قرار من المحكمة العلية بمنع ترومب من الترشح في الانتخابات الرئاسية استنادا طبعا على الاتهامات الموجهة إليه بالتشجيع على التمرد لا من فدى آخر أمامهما للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد أن أظهرت استطلاعات تقدم ترومب بفارق ضخم وتاريخي قرابة نصف أعضاء الحزب في أيوة يرغبون ترومب رئيسا للحزب لكن لنفترض أن ترومب بعد كل هذا التقدم خرج بقرار قضائي من صباق الانتخابات نيكي هلي الأقرب الآن لتكون البديل كونها المتقدمة على دي سانتس بفارق لكنه بسيط في نظرة أبعد هلي أمام بايدن أقوى بكثير من ترومب بل يمكنه الاكتساح أيضا والفوز بكرسي الرئاسة وفق استطلاع لموقع أكسيوس لفهم سبب تفوق هلي على ترومب في المنافسة ضد بايدن ننظر إلى هذه الأرقام هلي تتقدم على بايدن بأربع نقاط أما ترومب يتقدم بنقطتين أما رون دي سانتس فهم يتقدم عليه بنقطة واحدة فقط سبب آخر لتفوق هلي قد يواجه ترومب في الانتخابات الرئاسية ما يسمى بالتصويت العقابي يختارون بايدن لمجرد أنه ضد ترومب وليس لشخصه وهذا ما قد يتغير في حال وقفت هلي في وجه بايدن أعود إليك مرة أخرى دكتور طارق معنا أهلا بك في هذه السؤال الخبارية من الجديد إذن فيما يتعلق بالمركز الثاني وما بين نيكي هلي ورون دي سانتس هل تتوقع أن أحد المرشحين قد يقلب الطاوي على ترومب في مرحلة تما ويخطف بطاقة الترشح من المبكر أن نقول هذا حضرتك كل ما تشاهده الآن هي مجرد استطلاعات رأي وترجيح للموقع أو المركز الثاني والحديث هنا عن إمكانية أن يخرج من السباقة الرئيس السابق ترامب هذا أمر مستبعد تماما حتى الآن لأن الأدلة والأسانيت في القضايا الخاصة على التحريد ستطول كثيرا وربما استمرت سنوات بالمناسبة هذا هو المتوقع في نظام فدرالي صعب جدا ومعقد للغاية والصراع الآن في الولايات ذات الأبعاد الرمزية وليست المرغيحة يعني كل ما تشاهده الآن هو جزء من ترجيحات على الموقع الثاني لكن ترامب قبلا واحدا هو المرشح الرئيسي للحزب بصرف النظر هذا هو رهان الواقع الحالي بعيدا عن كل ما تشاهده وهذه لعبة انتخابات كبرى وبطبيعة الحال داخل الحزب هناك صراعات عديدة هي لها السيدة الحديدية بالمناسبة لكنها لن تستطيع أن تكمل في ولايات عديدة نحن نتحدث عن عدد كبير من الولايات نتحدث عن مراكز وتأثيرات كبيرة وهي سيدة قادرة بطبيعة الحال على خوض المواجهة لكنها لن تصمت في تأدير الشخصي أمام شخص الرئيس ترامب الرجل يتحرك بزكاء شديد للغاية في التعامل ويتحرك في ولايات كبيرة وعديدة في نفس الوقت والحزب سلم أنه مرشحه الكبير لكن هذه هي ألية الإدارة المرشحين سواء على الموقع الثاني أو الثالث بالنسبة للمنافسين للرئيس ترامب نعم شكر لكم من القاهرة كنت معنا أستاذ علاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي تحياتي التنافس الشديد من مشاهدين في الولايات المتحدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وحالة الاستخطاب الشديدة تطرح أسئلة حول مستقبل البلاد صحيفة بوليتيكو فيما قال الله كشفت أن دبلوماسيين وسفراء لدى واشنطن يتخوفون من تأثير ما يحدث في البلاد ككل وعلى بلدانهم أيضا الانقسام يهدد الولايات المتحدة فحالة الاستخطاب الحد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر صحيفة بوليتيكو كشفت تحذير السفير الأوروبي بواشنطن من أن السياسات الأمريكية تضر بأمنها واقتصادها وأصدقائها ومكانتها كركزة للديمقراطية والاستقرار العالمي مبرزة أن كثيرين في الولايات المتحدة يرون أن الانتخابات الرئاسية هذا العام بمثابة اختبار للديمقراطية الأمريكية في حين يشير آخرون إلى أن البلد سيفشل بالفعل في هذا الاختبار الصحيفة ذاتها أبرزت أن المخاوف تتفاقم في الولايات المتحدة من أن العديد من القادة الأمريكيين يسمحون لحماسهم الحزبي بالحيلولة دون أداء وظائفهم الحكومية بوليتيكو نقلت عن سفير سابق في واشنطن عمل أثناء الإدارات الجمهورية والديمقراطية قوله إن السياسة الأمريكية أصبحت غير صحية وإنه قد يرفض فرصة العودة فيما حذر ديبلوماسي آخر من عدم نظر الناس إلى الولايات المتحدة في السنوات المقبلة باعتبارها نموذجاً للديمقراطية بوليتيكو خلصت إلى أن ملامح الحملة الرئاسية وصعوبة اختيار رئيس لمجلس النواب ومسألة الإغلاق الحكومي فضلاً عن المناقشة الأمريكية بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا أمور كلها دفعت بعض الدبلوماسيين إلى التخلي عن قيودهم والتعبير عن مخاوفهم وقلقهم من أن يؤثر الوضع الذي تعيشه أمريكا على بلدانهم أيضاً بلال البجدين العربية في آخر فصول الحرب الكلامية بين الكوريتين حذر رئيس كوريا الجنوبية يونسو كيول من أن بلاده سترد أضعافاً مضاعفة على أي سفزاز من جانب كوريا الشمالية مشدداً على أن جيش بلاده لديه قدرات رد ساحقة يأتي هذا التحذير مشاهدين بعد أن توعد الزعيم الكوري الشمال كيم جون أون بأن أي انتهاك من جانب كوريا الجنوبية ولو حتى لمليمتر واحد من أراضي بلاده سيشعر حرماً بين الجانبين في تحذيرات تأتي إثر حل بيونج يانغ الوكالات الحكومية المكلفة ملف إعادة التوحيد بين البلدين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم أوكراني نفذ بـ 12 مسيرة وعترضت روسيا ثلاث طائرات أخرى في مقاطعة فورونيج بالإضافة إلى أربع طائرات مسيرة فوق مقاطعة بالجورود وبدوره أوضح حاكم مقاطعة فورونيج أليكسندر جوسيف أن سقوط الشضايا تثبب بالدلاع الحريق في شرفة أحد المباني رصدت تايوان تعجزات للجيش الصيني حيث كشف الضابط في الاستخبارات العسكرية التايوانية بأن التحقيقات توصلت إلى أن الجيش الصيني ينوي تنفيذ هذريبات تحاكي هجوماً عسكرياً ضد تايبه وفقاً لبحث وتقدير وزارة الدفاع سيواصل جيش التحرير الشعبي تعزز ضغوطه تجاه تايوان في المستقبل القريب من خلال دوريات الاستعداد القتلي المنتظمة وغيرها من الأنشطة والتي تجمع بين الحرب والتصدي للاختراقات في السياق اعتبرت رئيسة المعهد الأمريكي في تايوان لورا روزنبرغ أن قرار حكومة جزيرة ناورو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان مخيب للآمل على الرغم من أن هذا الإجراء الذي اتخذته حكومة ناورو هو قرار سيدي إلا أنه قرار مخيب للآمل غالباً ما تقدم الصين وعوداً مقابل العلاقات الدبلوماسية التي تظل في النهاية دون الوفاء بها العداء بين تايبه وبكين لا يتخذ وجهاً واحداً مسار جديد نحو تعميق الهوة بين الجانبين فقطع العلاقات بين تايوان ودولة ناورو يصب المزيد من الزيت على النار المتقدة أصلاً حكومة ناورو أعلنت أن وجهتها ستصبح الصين بدل تايوان دولة ناورو وهي جزيرة صغيرة واقعة في أوكيانوسيا وسط المحيط الهادئ أكدت في بيان لها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبه وأنها لن تعمل على تطوير أي علاقات دبلوماسية أو تبادل رسمي مع تايوان بكين التي تريد من العالم ككل أن يعترف بمبدأ الصين الواحدة رحبت بالقرار الخارجية الصينية اعتبرت الخطوة مفتاحاً لفصول جديدة للتعاون مع هذه الدولة الصغيرة إن جمهورية ناورو باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة تعلن أنها تعترف بمبدأ صين واحدة وتقطع ما يسمى بالعلاقات الدبلوماسية مع تايوان وترغب في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصين الصين ترحب بقرار جمهورية ناورو ومستعدة للعمل معها لفتح فصول جديدة في علاقاتنا الثنائية على أساس مبدأ الصين واحدة تايوان اتهمت الصين بقمع علاقاتها وباستقطاب ناورو من خلال حوافز اقتصادية فبكين استخدمت المساعدات لحمل البلاد إلى تغيير الاعتراف الدبلوماسي تقول طايبي من أجل الحفاظ على استقلالنا وكرمتنا قررنا اعتباراً من هذا اليوم إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع ناورو ووقف جميع خطط التعاون الثنائية وسحب السفارة وإعادة الموظفين الفنيين إلى وطنهم وسنطالب ناورو بإغلاق سفرتها في تايوان الأحداث الجارية في المنطقة خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وصعود أبرز الساعين لاستقلال تايوان تفتح الباب على مصرعيه أمام تصاعد التوتر وإمكانية اندلاع صراع مسلح على غرار أجزاء أخرى من العالم بلال البجدين العربية أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحمام البركاني لا تزال تخرج من شق على مسافة أبعد جهة في الشمال من مدينة جرانفيلد في أيسلندا ونقلت عن علماء القول إن من المستحيل التنبؤ بالنشاط المستقبلي للبركان يأتي هذا فيما أعلن الدفاع المدني في أيسلندا أن النشاط البركاني بجنوب غرب الجزيرة قد هدأ ترجمة نانسي قنقر مشاهدين قبل نهاية الساعة نذكر بهذه الصور المباشرة من آثار الهجوم الذي يتبناه الحرس الثوري الإيراني على مواقع في أربيل دول عدة مشاهدين نددت بهذا الهجوم فيما فتحت حكومة بغداد تحقيقا في هذه الضربة ونذكر مشاهدين بآخر للفعل أيضا حيث سلعت بغداد القائم بالأعمال الإيراني وسلمته أيضا مذكرة احتجاج أدانت فيها هذا الاعتداء على أربيل وفي ختام هذه الساعة إخبارية نذكر بالعنوين بعد تحذيرات من إعادة ترتيب صفوف حماس في شمال غزة إسرائيل تكثف قصفها على جباليا وبيت لاهيا بعد الهجوم الإيراني واشنطن تندد وأربيل تناشد المجتمع الدولي لتتخل وبغداد تشكل رشنة تحقيق البحرية الأمريكية تضبط رؤوسا صاروخية إيرانية قبل تسواحل الصومال وتحبط عملية تسليمها للحتي فوز الاستثنائي لترامب في ولاية آيوا هو بايدن يعتبر غريمه الأوفر حظا بين مرشح الحزب الجمهوري في استباق نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهديننا شكرا لحسن المتابعة ومزيد يمكنكم الانتقال إلى موقع العربية دوت نت في أمان الله لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر